استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامحة الأساسية للبرامج التنموية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي الحالي ذلك لمناسبة الاحتفال بذكرى السادسي من أكتوبر وذكرت وزارة التخطيط أن جملة الاتثمارات الحكومية بخطة 2023-2024 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء تبلغ 11.6 مليار جنيه تستهدف الخطة تطوير البنية التحتية وإنشاء مجمعات زراعية واستكمال إنشاء مجمع أطور الطبي واستكمال إنشاء قرية التراث البدوي بجنوب سيناء